نروح لموضوع الدهب حضرتك قلت أن موضوع الدهب ده أثر في الدولار وفي تسعير الدولار وفي ناس بتقول ربطت أن سعر الدهب اللي نزل ده بالموضوع القرارات الجمركية المتعلقة بالدهب وإدخال الدهب ودخوله لمصر ده السبب في نزول الأسعار؟ الحقيقة ده أحد أهم الأسباب القرار الإجرائي اللي تعمل بأسماح بدخول الدهب دون جمارك مع القادمين رغم أن أنا شخصيا ليه اعتراضات عليه ولا يهتدعيات سلبية لأنه بيأثر على الدولار نفسه لأنك أنت بتجيبي بتشتري سبايك دهب بتدفعي دولار يبقى أنت بتنقصي من الدولار والدهب ييجي هنا هو طالله أعلم بيروح ملازق آمن ولا بيروح للساغة ولا يتبعه جنيه مصر لكن ده مش موضوعنا لكن القرار ده حكبته وفاعليته في أنه هو وازن السوق هو ضرب في مقتل التسهير العشوائي للدهب اللي كان قائم خلال الـ 15 يوم اللي فات والشهر اللي فات كله لأن نفسيا التجار توقعوا أن الدهب هيزيد عرضه وفعلا طب وإحنا دلوقتي في نقطة الاتزان المتعلقة بسعر الدهب مع سعر الدهب العالمي ولا لسه حينزل شوية كمان؟ لسه يا فاندم لسه شوية لأن طبعا الحاجات بتاخد وقت لكن التأثير النفسي مهم جدا خلاص السعر رح نازل مرة واحدة القرار الثاني واللي هو بقى أكثر من ممتاز هو الإعلان عن إنشاء صندوق استثمار بالدهب لأن ده حاجة كان المفروض من زمان نعملها هذا الصندوق إحنا جوه بيتنا ممكن أجنبي ممكن مصري ممكن يشتري دهب زي ما هو عايز ويستثماره لمدة ثلاث سنين بعد كده ياخده فيزي كلي دهب أو ياخده كاش ياخده بقيمة الدهب في الوقت اللحابي بيفكوا فيه كله بالدنيل مصري والدهب موجود في بيته ويعني أرجو أن كل المصريين اللي بيحبوا الدهب بعضين يشتغلوا في الدهب يروحوا لهذا الصندوق ويخشوا على النت ويشوفوا إيه الشركات وإيه شروطه وكلها حاجات جميلة وميسرة جدا عظيم وخدوا بقى ده كلام من خبير في مجال الدهب ترجمة نانسي قنقر